السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله المتابعين الكرام هذه رسالة بالأخص للمتابعين الجدد عندي على القناة الأخوة الذين يريدوا أن يعيشوا آية ويغيروا واقعهم بلزومهم أسأل استغفار برجاء 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 الأخوة الجدد لا تأخذوا صورة البقرة الآن لا تقرأوا صورة البقرة الآن لا تقرأوا صورة البقرة الآن إلزموا الاستغفار 30 ألف 31 ألف 32 ألف استغفار باليوم بصوية استغفر الله هكذا توب من دنوبك وألزم الاستغفار ضب لسانك نعم لسانك هذا إمسكو والدركاش تحكي على فلان وعلان وانتهي عن هذه الدنوب لا تأخذ لا تجمع صورة البقرة مع الاستغفار ها أنا لبهتك يعني سأداء رفق على الفيسبوك يتشوفوا يوم والثاني أخذ صورة البقرة هو الاستغفار عندي مشاكل بالشياطين طيب طيب أنا أقول لا تأخذ صورة البقرة مع الاستغفار إلزم الاستغفار يا أخي وتحصنوا ويقرأوا القرآن من صورة البقرة اقرأوا كل القرآن اقرأوا ما تشاءوا لكن وصلوا بالاستغفار فقية 30 ألف استغفار بصيغة أستغفر الله بالشغل بالعمل مع مسبحة بل مسبحة خلي كل النهار ذاكر ومستغفر كلام للمبتدئين الذين لازموا الاستغفار من مدة يعني لهم يعني قد أنطرهم الله وتغير أحوالهم وبدأت الأرزاق تهل عليهم وعاشوا الاستغفار حقيقة الاستغفار هذولا ممكن يأخذوا صورة البقرة لكن الأفضل عندي بلغ عني ولو آه ما فيشنا أوراد ما ما في عنا أوراد في عنا الدراسات كي بقولوها جامعات يعني دكتورا فبدأك تأخذوا صورة البقرة أربع مرات في البداية وتنزل في ورد الاستغفار بدك تنزل ورد الاستغفار أربع تلاف ست تلاف سبع تلاف ثم السورة البقرة بدك تكثر منها حتى تشلح وتتقي أسحارك كلها وتشلح هذه السقطات وتبدأ تحب العبادة كم يأخذ منك لربما شهر شهرين ثلاث أربع هكذا أربع مرات في اليوم أو قراءة واحد كامل داخل البيت قراءة واحد كامل داخل البيت بصوت تسمعه وقراءتنا كلها من المصحف وباقي القراءات ممكن في البيت وممكن خارج البيت ممكن في المسجد لكن قراءة واحدة كل يوم داخل البيت من المصحف في صوت تسمعه أنت ممكن أن تجزئ هذه القراءة على قسمين على ثلاثة بس المفضل وقت على جلسة واحدة وإذا بتعملهم على كلهم على جلسة أجمل وأجمل فبيصيروا أقوى لكن عنشان أنه راعي الظروف مفهوم لا تجمعوا الأخوة الجدد لا تجمعوا أنتم مش أهل إسا لسورة البقرة الأخوة الذين لزموا الاستغفار وقطفوا ثمار الاستغفار مش فقط يعني صار في عندي قرشين فلوس شوية فلوس لا بدأ عطاء الله نزاح أمورك ترتب تفهمت شو معنى الاستغفار علمت شو معنى ممكنك تبلغ أي عن رسول الله وتتكلم عن الاستغفار بفهم مليء شو إحنا نساوي هنا بحي القناة إحنا نتعلم كيف نبلغ أي لأنه إحنا بدون من نبلغ أي إحنا بدنا نبقى بذي للأمم بده الله يظل مسلط علينا الدنيا لا تأمرنا بالمعروف فلا تنهون عن المنكر أولي شيكم الله أن يسلط عليكم عدبا لا يفعه تدعونه فلا يستجيب كيف بدك تبلغ الناس من الكتب ملاني لأنك أنت عشت الاستغفار وأمطر الله لك السماء وبدأ الله يستجيب لدعاءك وبدأت تقطف رمار هذا الاستغفار وكنت في ضيق وضنك فغير الله أحوالك فبتروح عند أخوك عند الناس أينما تكون وتقولهم واحد ثلاث فإنتي صار عندك حقيقة تملكها نعم هذا الذي ملك هذه الحقيقة ينتقل لصورة البقرة أربع مرات ويعيش مع صورة البقرة حتى يتقي كل هذه الأسهار ثم يعود إلى صورة ثلاث أربعة أشهر يعود إلى صورة البقرة مرة كل يوم حتى يلقى الله والاستغفار لا يتركه أبدا حتى يلقى الله فالاستغفار بدنا أن يصل إلى أن نجهد أنفسنا طيب الذي يقرأ صورة البقرة لهو سنين نختلف صد فئة ثاني فئة مبتدية وفئة لازمة الاستغفار وقتفت باهره وعندنا إخوة جدد لربما هم يقرأوا صورة البقرة من زمان هذول الذين يقرأوا صورة البقرة من زمان أنت ووقتك تقدر تتعلم دكتوراه تقدرش شغلك بالشغلي صراحة ما تقول لي مش غادر ولا أستطيع ووقتي لا يسمحلي في وقتك لا يسمحلك يبقى بما أنت عليه لكن أنت عنشان تحق بلغ عني ولو آية تأخذ صورة البقرة أربع مرات أنت الذي تقرأ صورة البقرة حدد لك أنت مثلا تشايف على كمان أسبوعك من أسبوعين ممكن أن تبدأ بأربع مرات صورة البقرة والمدة هي شهر شهرين ثلاثة أربعة أنت وهمتك أنت ودنوبك أنت مفهوم بدك تكون قوي في الإيمان قريب وتلزم صورة البقرة كمان مرة أربع مرات لكن إذا تخذنا صورة البقرة استغفار قليل مفهوم استغفار قليل الذي يقرأ صورة البقرة منذ سنين مرة واحدة أي أخذها الآن أربع مرات ويزيد عليها استغفار قليل لكن إذا تستطيع تزيد الاستغفار جميل لكن يجب أربع مرات صورة البقرة منك وهن كلها تنسعتين وباقي اليوم استغفر وأكثر أبحر بدك تعرف الله بدك استجاب الدعاء بدك أن تسأل الله ويستجيب بدك أن تعيش يا طيبي كريمي هذا اللي تعمله بدك تحاطب على دينك بدك تترك هذه السقطات وتشلحها إلى الأبد يعني هذه فيه إنه إشي بشدنا على الحرام بدك تشلحه هذا هذا هي الأربع مرات صورة البقرة بإذن الله تعالى من يدخل على ثبت ولم يثبت فليخرج من هذه القناة تصبح على خير جزاك الله خير بدك تسأل ألف سؤال أنا مستعد أجاوب بدك تسأل مليون سؤال بجاوبك أما تطعن الله يسهل عليك دربك خضرة نعم ما في عين مجال هذا تكلمنا عليه لربما بأربعمائة حلقة عن صورة البقرة وخمسمائة حلقة عن الاستغفار الآن الإهوى الذين طب اليهوى الذين يقرؤون صورة البقرة مرة وقرروا أن يعيشوا الاستغفار يعيشوا الاستغفار مثلا من باب بل يعني يعيشوا الاستغفار بالثلاثين ألف وزيادي ويبقوا بالصورة البقرة مرة لهم ذلك لهم ذلك لا تتقلوا على أنفسكم بتتركوا في نصف الطريق بالنصف الطريق سيهجم عليكم الشعاطين ويتخرب لكم حياتكم يعني قلت لكم يعني نبه قد أعضر من أنظر أنا بنبهكم والكل الذين يتفلسفوا فليأخذوا ما يقول ما أقول ثم يتفلسفوا بعد ذلك يعني واحد يجي يقول لك صورة البقرة بركة ومش بركة احنا نعرف إنها بركة لكن من نطلع البركة الحقيقية التي فيها مش إلا أنت بتظن إنها بركة وأنت لربما لا تقرأ صورة البقرة ولا تعرف عنها شيء أو لو ربما أنت تتعتع في صورة البقرة تقرأ نصفها في البيت أو نصفها عند إمك ونصفها في السوق ونصفها في السيارة ونربع بالموبايل ويبتتركها يومين وبترجع لها يومين لا إحنا ما فيش هنا إيش تترك ممنوع تترك صورة البقرة لو بتموت والله أنا عندما كنت في الكارونا بين الحياة والموت بين الحياة والموت كما تسمع كانت الكاميرات المراقبة على الفقير أسنا يعني ممكن قرأ صورة البقرة من الموبايل ثمانة أيام كنت في العناية المركزة قرأ صورة البقرة من الموبايل على يومين من الموبايل على يومين ما تركتها ما تركتها فلا تقول لي اشتعبان مش قد الحمل ما تحمل خليه في قرآن وعباء صاحب وعبادة عادي صلى على النبي كيف بدك هنا بل يعني له آية لا تقطي افتمار لن تقطي افتمار الآية إلا حتى كما بيّنت لك لا إيش هاي الآية عشان من تشايف الأم بديل الأم كلها بتصلي وكلها بتصوم ما شاء الله كلها بتقرأ قرآن وكلها بتحج وكلها بتزكي وكلها بتدعو ولكننا لا نستطيع أن ندخل قننة مع عند إخواننا الذين تحت القصف لأننا في ديل الأم لأننا الله كره البعاثنا لأننا الله سيبستبدلنا إن بقينا على هذا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا يكونوا أمثالكم ألا ترى إن الكورونا ضربت وبعدها زلزال تركيا ضرب وزلزال سوريا ضرب وزلزال المغرب ضرب والتنامي الذي مد في في ليبيا ضرب وهذه غزة والله أعلم ما هو القادم وأنت ترى إنك وانت ترى إنك بلا أنت لست بلا أنت عقاب تضرب على رأسك وتقول بلا توب لأننا نتوب لأنه بما مع صورة البقرة الله لا يعد مستخفر الله لا يعد مستخفر صورة البقرة هي عقلك المدبر فلن توقعك لن توقعك في حرام أنت تنتهي من الحرام بالأربع مرات بالمرة أنت عمل تلعب أنت عارف أنت هذا الإشي يعني حفظت كتاب الله حفظت صورة البقرة يقعوا بالحرام أربع مرات سورة البقرة ستكسر هذا القفل هناك دروس على صورة البقرة صورة البقرة وأغفالها الأربع الأربع الصورة البقرة وقفلة الأول صورة البقرة وقفرة الثاني ثالث الرابع اسمعوا هذه الدروس عندي في محمد إحجازي وصورة البخرة والاستغفار نعم نلزم الاستغفار 30 ألف استغفار ويزيد من باب الكثرة ننتهينا من أن نظل نبرر الذي بدهني التبرير يجوز ولا يجوز لا يجوز اذهب من هنا الله يسهل العيك سبع خير بدك تعيش حياتي تقتل افتمار وتتغير حياتك وتخرج من دائرة الظل والمهانة إلى دائرة الاستجابة والدعاء والقرب وحب العبادة وتطرى أن الله يستجيب لك ويغير أحوالك وحوال بيتك ويستقيم أمرك بلزمك الاستغفار أو لزمك الاستغفار مع سورة البخرة أو هكذا يبقى معنا بارك الله فيكم نعم يعني أنا صراحة نزلت هذا الفيديو الثالث أو الرابع اليوم لأني بقرأ رسالي الإخوة فأجد واحد جديد أنا دائما أنبه لا تأخذ سورة البخرة مع الاستغفار الجدد وإذا هو أخذ سورة البخرة مع الاستغفار وأصار هجوم وانتكسات وهكذا من أول يومين من قل لك أن تجمع سورة البخرة مع الاستغفار لا تجمع سورة البخرة مع الاستغفار إلا لمن يعني بالعداد المليحة العلي إلا لمن عاش سورة البخرة فقط في تمارها وعاش الاستغفار وقطف تماره وهنا يجمع بين الاثنين فقط بارك الله فيكم ونقول هذا الكلام لأن سورة البخرة هي عقل مدبر فهي سيقودك إلى مرضات الله ولن تعود تحب هذه السقطات التي يعذبك الله عليها التي يعني يعاقبك يحولها ديون وأمراض وأسقام هذه الذنوب فعندما يحفظك الله بسورة البخرة فأنت خلص هذا أجر مش تبع شهوات انتهى هذا القلب بطلي هو الشهوات من كان همه الدنيا راحت انتهت فصار همه الآخرة مفهوم مع أربع مرات سورة البخرة حتى تشلح هي مرحلة فيها طوية فيها صعوبة مش هواينة شعنيك أنا بسميه الأقفال والاستغفار هو هو مغفرة الله ورحمة الله يرزقك الله يغير أحوالك وهكذا تطلب رحمة الله في الاستغفار وكل شيء ناقصك فبالاستغفار إن شاء الله سيعطيك الله إياه حتى سورة البخرة حتى سورة البخرة سيعطيك الله إياها بالاستغفار فنحن فرق بيننا بين السماء والأرض بين حفظ وتلاوي وبلغ عني ولا وآية بلغ عني ولا وآية أنت تريد نفس الشريط تريد نفس الشريط هذا لا يمنعك أن تعبد الله بباقي العبادات لكن تحقق شرط هذا الشرط أربع مرات سورة البخرة في اليوم حتى تتقي أسحارك أنت لست بحاجة لا لا راقي ولا لا أي شيء أنت تجتازي الرأي والراقي يحتاج لهذه سورة البخرة لأنه كمان الرقاة قد أصابتهم الشياطين وهم لا يدرون فالله أعلى وعلم ومنهم قد اعترف إنهم يعني وعندي رقاة قد لازموا سورة البخرة والحمد لله رب العالمين فبارك الله فيكم شكرا لكم الله خير إن شاء الله تاخذ نصائح إن شاء الله 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 إن شاء ما يصيرش فيه انتكها ساعة أولي أن يتعلم واحد زائد وحد واحد زائد اثنين واحد زائد ثلاثي حكا مش بتبلش تسوي لي واحد ضرب عربعين وانت بتعرفش واحد زائد واحد خليك تصل بسعب ونقول هذا كلام جزاكم الله خير بارك الله فيكم وحياكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته